لتفتيت حصى الكلا وهو منقي رائع جدا أيضا للكلا فنشوفوا أن هذه المادة من أفضل المنقيات للكبد ومن أفضل المنقيات أيضا للجهاز البولي أجل الله قدركم فعملية أخذ القرنون أنصحكم بها والإنسان كذلك ممكن نفس النبتة والنفس الخصائص التي تحملها نبتة الخرشوف وتقريبا نفس المواد المتواجدة في الخرشوف متواجدة كذلك في هذه النبتة التي هي القرنون فهذه تعتبر هذا القرنون هذا يعتبر يعني الوردة الوردة انتاع لكاغذ انتاع الخرشوف الآن ننتقل إلى مادة أخرى لا تقل أهمية هنا عندنا الكرومب هناك أنواع كثيرة من الكرومب عندنا الكرومب ما يسمى الكرومب الأحمر أو البنفسجي أو الأخضر وهذا اللون هذا اللون البنفسجي يمتاز عن الأخضر بشيء واحد اللي هو نسبة العالية تعمل ضد الأكسادة المتواجدة فيه وهي التي تعطيها هذا اللون البنفسجي نشوفوا حاجة يعني نعطيكم حاجة فقط بسيطة جداً وتقدر هذه يعني تغطي يعني شيء كثير جداً وتزيد ترفع من القيمة إلى أعلى سقف نشوفوا أن الكرومب فيه يحتوي على نفس النسبة متاع الكالسيوم متواجدة في الحليب ربما هذي يعني كثير من الناس ما يعرفوهاش نزيد أكد لكم حاجة أن الكرومب كذلك يعني عملية الهضم متاعه وعملية الاستفادة متاع الجسم متاعنا من الكالسيوم متواجد فيه أسهل بكثير وأروع بكثير يعني مقارنة بأخذ الحليب فالناس اللي عندهم مثلاً الكالسيوم ناقص وهو يحتوي على أشياء كثيرة جداً أيضاً لي عندهم الكالسيوم ناقص عليهم بهذه المادة يأخذوه إلا أن طريقة الطهي إذا كان طيبناه فأقضينا عليه كيف نأخذه نأخذه شكل صلاطة كثير من الناس يشتكون من هذه المادة يعني قل لكم الكرومب أنا يدير لي الأوجاع يدير لي الغازات يدير لي هو الكرومب لماذا تحدث تلك الأوجاع وهي أوجاع خفيفة جداً ويعني بعد مدة تزول هذه الأوجاع يعني لك بعض الغازات لماذا؟ لأن هذه المادة منشط رائع جداً منشط رائع جداً ومحفز ومنشط رائع جداً للقلون لهذا الناس اللي عندهم القلون يعني في حالة سوبات يكون شوية فنيان يكون شوية لاقت بهذا المعنى لما يأخذ يأخذ هذه المادة هي الكرومب يعني يتحفز تنشط له شوية القلون فيشوف بأن هذه الغازات اجتمعت شوية كأنها جات من جديد وكذلك يحص ببعض المرص المرص يقول بأن السبب الرئيسي هو لكن عملية التفعيل رائعة جداً والناس اللي عندهم مشكلة على مستوى القلون أنصحهم بعملية تنقية يديروا حمية خفيفة جداً يخلي القلون تاهم ينشط بعض الشيء ثم يتناولوا هذه المادة هذه المادة فيها مجموعة كذلك من مثلاً النحاس مثلاً الحديد فهو رائع جداً للناس اللي عندهم أنيميا لكن قلت الطريق المثلى في أخذه هو أنه يأخذني اللي هنا بالنسبة لهذا الأخضر مقارنة مع الأخضر هذا يمتاز بلا فيتامين كا ويعتبر من أغنى أغنى الخضروات بلا فيتامين كا يعني والناس اللي منصوحين يعني منطرف الطبيب لنصحهم الطبيب تجنب يعني المواد اللي فيها غنية بلا فيتامين كا يعني يتجنبوه لكن الناس اللي ما عندهم مشكل مشكل فعليهم بهذه المادة فهي رائعة جداً ومفيدة جداً ونشوفوا أن بعض الدراسات بعض الدراسات بينت وأكدت أن هذه المواد تعتبر يعني منحفة نتكلم عن الكرنب تساعد في عملية التنحيف لماذا؟ أولاً فيها نسبة عالية جداً من الألياف فيها نسبة عالية جداً من الألياف وتنشط وتنشطون tentang العملية التنقية ثانياً نشوفوا أن الكرونب فيه كتير من الناس يعني يعرفوا ويشوفوا كيهن بعض المواد مثلاً صفرجال مثلاً فيه بعض المواد مثل لابكتين لابكتين هذه المادة هذه لما يأكلها الإنسان لما يأكلها الإنسان وهذا لاابكتين فيه بعض الحلويات تصنع بها مثلاً الحلقومة معروفة الحلقومة فيه بعض المواد يعني نشوفوها هي لزيجة عندها بعض اللزوجة وهذا المادة هدية لما توضع في السوائل يعني لما تلتقي بالسوائل يعني تمتصها وتاخد حجم أزيد من حجمها الطبيعي لهذا يعني على مستوى البطن بتاعنا أو على مستوى الأمعاء حيث بمجرد أن هذه المادة تلتقي بالسوائل تمتصها وتاخد حجم أزيد من حجمها وتشعر الشخص بالشبع يعني تخليه يشعر أنه شبعا كذلك بالنسبة لهذا الألياف المتواجدة يعني في الكرمب هي ألياف غير قابلة للدوابان في السوائل لهنا وتمدخلت هذه المادة اللازجة الاكتار من الكرمب يعني أنك تاكل الكرمب بها وهواني يعني تاكله مدة ما لازمش تكتر منه بزاف كان ولا بد يعني تاكله تقريبا يوميا يحبّد أنك تمسجه مع الجزر حتى ما يكونش عندك ما يدلكش يعني بعض المشاكل على مستوى الأمعة لأن هذه المواد اللازجة اللي هنا نتكلم عنها هذه المواد الاكتار منها خاصة الناس اللي يأخذو له سوب يعني الحسائن تاكل كرمب بعد مدة دوما يصيبوا رحوم في حالة تاكرنس يعني افتقار شوفوا أن الحديد ينقص في الجسم يديروا هكذا أنيميا ولو خفيفة لكن لابد من إعطائها الأهمية اللازمة فأخذ الكرمب قلت مليح أنه لما يطول فيه الإنسان يعني أنه دوما يمسج بالألياف المتواجدة في الجزر لأن الألياف المتواجدة في الجزر سوف تحدث يعني توازنا مع يعني كيمة سوسيواء كيمة جمعها مع هذا النوع من الألياف هنا بالنسبة لهذه المواد والموضوع حول الكبد نشوفوا أن هذه المواد الإنسان لما يقوم يعني ياخدها ويضيفلها بعض المواد الأخرى يقوم بعملية إراحة يعني يريح الأعضاء يريح الجسم التاعون ونشوفوا بأن الكبد الكبد الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة ربي أعطاه قدرة باش يسترجع الطاقة التاعوي ويعاود يبني نفسه إذا كان عطينا له هذه الفرصة نشوفوا كذلك بالنسبة للكرومب نعطيكم الآن قلت هذه المواد وفيه مجموعة أخرى يعني هذه المادتين يفيدوا لكن الإنسان لا يقتصر إياك وغير الكرومب والقرنون يقول لك أني رايح يعني نسترجع نخلي العضو التاعي يسترجع الطاقة التاعوي ويعاود يبني نفسه والآن أنا راح نمشي إلى موضوع آخر يعني نمشي إلى موضوع والكاميرا بعد تجوالها في الشوارع في الشوارع سألت الناس هل الليمون أو عصير الليمون منقي للعين أم لا أخو يانس قصير وك القارس أحياناً يديره في العين لما واحد يكون عنده يعني التهاب في العين هل القارس هذا يوفيد للعين في راي نحن في راينا نحن لنوفو جنراسي نحن على كل حال وكان يدير الأحفيس كما هادو بصعوش نوع لحسب الناس كبار علينا وقدم علينا وقلوا جدودنا ومنا كانوا يديروا الأحفيس هذا وكانوا يخر من كانوا يديروا ويلقاهم خير من السماحفيس وآد آخرين اللي رأنا فيهم لقا قارس لا لا قارس ما كاش منها عندك اللبصل وي الأخ نسقسيو كيف رأيك الليمون القارس هل يفيد العين يعني يداوي أحياناً الالتهابات اللي تصارى في العين على كل حال أنا ما تجربتوش بصح بعض الناس اللي يجربوا يقولوا عصراه سفيوه ويديروا وقاك ملاحي بعد هذه الجولة الخفيفة بالنسبة للقارس أو الليمون إحنا هي عادة أن كان فيه وقت من الأوقات يستعمل ما يسمى بالليم يعني حتى المدى قتعه ماشي قارس لأن لأن وضع هذه القطارات يعني على مستوى العين يحرق يعني متعب مؤلم أيضاً لكن عادة يوضع قطارات متاع الليم والليم الآن يعني كثير من الناس ما يعرفوش وهو لما توضع الليم ما تكونش هذيك الحروقية ما تكونش هذيك يعني يعني القطارات التعليم فكانوا يوضع كانوا يوضعوه ومعروف أن الليم يوضع وينقي لكن بالنسبة للليمون المعروف يعني لا أنصحوا به الإنسان مليح أنه يتجنب شكراً لك استخد فليسي يعطيك صحة على كل هذه التوضيح